زار وفد من قناة فوكس الألمانية مبنى قناة الوسطى من الذيد في إطار وجوده بالمنطقة لإنتاج فيلم وثائقي تاريخي ضخم واطلع الوفد في الزيارة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإعلامي المشترك اطلع على مرافق القناة وطبيعة إنتاجها هنا في قناة الوسطى التي ينطلق بثها من مدينة الذيد لنشر تراث المنطقة وتاريخها العريق ببرامج متنوعة تعكس المشاريع التنموية العملاقة التي تشهدها كانت محطة حرص وفد من قناة فوكس الألمانية لزيارتها بمرافقة حميد عبيد الزعابي أحد أبرز المزارعين في المنطقة الوسطى وذلك لبحث أوجه التعاون بين الجانبين بهدف إنتاج محتوى تلفزيوني مشترك وكان في استقبال الوفد سعيد راشد الكتبي مدير القناة وعدد من مسؤولي وموظفي القناة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وتأتي الزيارة في وقت يستعد فيه فريق قناة فوكس الألمانية لإنتاج فيلم وثائقي حول دولة الإمارات العربية المتحدة ويعرج إلى النهضة الشاملة التي شهدتها الدولة بعد قيام الاتحاد قبل خمسين عاما وانطلقت منه إلى آفق أرحب من التقدم والازدهار لبناء الدولة النهضوية الجديدة وفد الألماني سعيد بالأشياء التي شاهدتها هنا التلفزيون الألماني على أساس يقدم صورة عن الإمارات بكل نواحيها من حضارة ومن مدن وتحضر والأشياء الموجودة هنا نحن معجبون جدا بالتقنيات المتوفرة في قناة الوسطى وكان من الرائع أن نقوم بهذه الزيارة ونحن نسعى لإنتاج فيلم يوثق نهضة دولة الإمارات وتزامن ذلك مع مرور خمسين عاما ونتطلع للشراكة مع قناة الوسطى في ظل إمكاناتها الوفد الألماني تجول في مختلف أقسام وإدارات واستوديوهات مبنى قناة الوسطى من الذيد التي تضم أحدث التجهيزات والتقنيات في مجال المحطات التلفزيونية على مستوى الشرق الأوسط كما اطلعوا على ما يحويه المبنى من خدمات لوجستية متميزة للعاملين والضيوف والزوار الوفد أبدأ إعجابه بمبنى القناة وتجهيزاته التي ترقى إلى مصاف العالمية ورسالتها التي تسعى من خلالها إلى تقديم صورة مقربة لتراث وثقافة المنطقة الوسطى لتكون جسرا ينقل ثراء المنطقة وطبيعتها وتراثها وآثارها وعادات وتقاليد أهلها وحياتهم حيث شكل الاهتمام بمختلف مناحي الحياة في المنطقة ركيزتها الأساسية إلى جانب تسليط الضوء على الفعاليات والنشاطات التي تحتضنها المنطقة على مدار العام وكذلك على الإنجازات التي يتم تحقيقها على المستويين الرسمي والشعبي ضمن رؤية تربط ماضي المنطقة العريق بحاضرها الزاهر ومستقبلها المشرق